اشتركوا في القناة اثنين طلب منكم رسمة من اشغلت الطبع لرسمة من اشغلت الطبع يجب اتباع ثلاث خطوات مهمة الخطوة الاولى قراءة دفتر الشروط الخطوة الثانية نظر الى المناولة الهكالية والخطوة الثالثة وهي تركيز على جدول الاختيارة نبدأ في دفتر الشروط في دفتر الشروط قال لنا عند كشف عن القطعة بواسط ملتقة CP1 كما تلاحظوا تقدم القطعة ما الذي يكشف عن القطعة هو ملتقة CP1 في البداية يورد باللون الاسود بمعنى انه خامل وعند تقدم القطعة يصبح لونه احمر بمعنى ان شرط انتقال محققة وبالتالي تبدأ اول مرحلة وهي مرحلة حجز القطعة بواسطة رافعة B وذلك عن طريق خروص ساق رافعة B اذا خروص ساق رافعة B هو فعل لماذا؟ عارفت بانه فعل لانه تحويل طاقة كهربائية الى طاقة اخرى الى طاقة حركية عن طريق خروص ساق رافعة B متى تنتهي عملية الحجز؟ تنتهي عندما تضغط رافع على ملتقط نهاية شرط B1 هنا انتهت عملية الحجز في دفتر شرط بعدها قال لنا ثم ينزل حامل طابعة بواسط رافعة D كما تلاحظون هذه هي رافعة D عندما يتحقق شرط B1 فعل ثاني وهو خروص ساق رافعة D وتنتهي هذه العملية عند ضغط على ملتقط نهاية الشرط D1 بعدها قال لنا ليتم طبع القطعة بواسط الخاتمة المتحكم فيها برافعة B كما تلاحظون هذه هي رافعة B وتحتوي على الطابعة عند خروص ساق رافعة B تتم عملية الطابعة وملتقط B يبين لنا انه تمت عملية الطابعة عند انتهاء عمل الطابعة قال لنا بعد النهاية الطابعة وفي آن واحد يعود الحامل طابعة وتحرق القطعة برجوع ذراع رافعة في هذه الحالة يقصد ان رجوع ساق رافعات في ثلاثة في آن واحد كما تلاحظون بهذا الشكل دخول ساق رافعة B ودخول ساق رافعة D ودخول ساق رافعة T من الذي يبين لنا ان عمل اشغولة انتهت يبين لنا الملتقط B0 والملتقط D0 الآن نبدأ في انجاز المتمن كما تلاحظون اشغولة رمزها تطيل وخطين متوازيين اول شيء ترقيم الاشغولة كما تلاحظون في المتمن الانتاج العادي اشغولة طبعة رقمها ثلاثة لذلك يجب ان نرقمها برقم ثلاثة ثانيا عند تنشيط الاشغولة ثلاثة تعطي نداء المتمن على شكل اشارة اسمها X3 هل يشتغل المتمن؟ لا يجب ان ينتظر اشارة ثانية وهذه الاشارة الثانية تأتي من متمن قيادة والتهياء عن طريق تنشيط مرحلة مكتوبة عليها تشغيل الالي اذا الشرط الثاني هو X104 هل يشتغل المتمن؟ هل تنشيط المرحلة X31؟ لا لان هناك شرط ثالث وهو الملتقط CP1 اذا شرط انتقال ابتداء هو X3 في X104 في CP1 كما تلاحظون وضعته باللون الاسود لان القطعة لم تصل به عنده يتم تقديم القطعة واشغولة تقديم القطعة هي اشغولة منفصلة على اشغولة ثلاثة التي يقوم بها المحرك M2 أم M1 عنده اصول القطعة الى CP1 يصبح شرط X3 محقق و X104 محقق و CP1 محقق وبالتالي تخمن مرحلة ثلاثون وتنشط مرحلة واحد وثلاثون والتي يكون فيها الأفعال ما هو الفعل الموجود هنا؟ هو الفعل حج القطعة وذلك عن طريق خلوص ساقة رافعة اذا DBZ بمعنى خلوص ساقة رافعة B كما تلاحظون في جدول الاختيارات DBZ خلوص ساقة رافعة وDB ناقص دخول ساقة رافعة وتنتهي هذه المرحلة إلى غاية الضغط على شرط الانتقال وهو B1 لذلك أرجوكم أن لا تخلط بين الأفعال وشرط الانتقال الأفعال هي تحويل طاقة كهربي إلى طاقة أخرى مثل طاقة حركية انسحابية ضوئية حرارية إلى آخره ولنشرط الانتقال هو شرط اكتساب المعلومة أي ذواغة ملتقطات أزرار إلى آخره عندما يتحقق شرط B1 تخمل مرحلة 31 وتنشط مرحلة 32 وفي مرحلة 32 يتم نزول ساقة رافعة أي تقديم الطابعة نحو القطع وتنتهي هذه المرحلة عند ضغط على ملتقط D1 بعدها تخمل مرحلة 32 وتنشط مرحلة 33 وفي مرحلة 33 هي مرحلة الطابعة عن طريق رافعة التي تحمل الطابعة بهذا الشكل خرصة رافعة بيتم من أجلها طبعة القطعة والملتقط D يبين لي أنها تمت عملية الطابعة عند تحقق شرط B تخمل مرحلة 33 وتنشط مرحلة 34 في هذه المرحلة تعود كل الروافع في هذه الحالة نكتب DB ناقص دخول ساقة رافعة B وDD ناقص دخول ساقة رافعة D ولم أكتب DB ناقص لماذا؟ لأن DB ناقص موزع أحادي استقرار عندما أغذيه من جهة اليسرى يخرج الساق وعند قطع التغذية يعود تلقائيا لأن هناك نابض إرجاع في الموزع أحادي الاستقرار إذن ما هي الشرط الانتقال هنا؟ الشرط الأول هو D0 لرافعة D فو بزير لرافعة B لأنه قال يوداني مع بعض عند تحقق هذا الشرط تخمل مرحلة 34 وتنشط مرحلة 35 عندما تنشط مرحلة 35 هي مرحلة الانتقال التي تعطي إشارة للأشغل بأن المتمن أشغل ثلاثة انتهى وهنا يتحقق شرط X35 وX35 ما وظيفته هو الشرط تطور متمن إنتاج العادي من أشغل ثلاثة إلى أشغل أربع ومرحلة X35 ماذا تسمى؟ تسمى مرحلة الانتظار في أشغل ثلاثة وتساهم في تطور متمن إنتاج العادي في هذه الحالة عندما يتحقق شرط X35 تخمل أشغل ثلاثة وتنشط أشغل البعدية وبالتالي بعد المرحلة 35 تكون الإشارة على شكل X3 ما معنى X3 بار؟ معنى زوال إشارة X3 ترجمة نانسي قنقر شكرا